السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متعبين في قناة فيتر كوين البيتكوين هاي نقطة مهمة جدان وفي عندك كثير من تقارير لازم تنتبه لها خلال 24 ساعة القادمة طبعا كسر سلبي للبيتكوين واتجاهات طبعا سلبية للبيتكوين أما باش فيديو أصدقائي بيتمنى تضغع زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كيل جديد في عام بلات رقمي ولا تنسوا انضم لقناتنا على تليقرام الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بداية القناة خليكم معا أصدقائي إلى بعد الأنترو طبعا أصدقائي صدرت اليوم ببيانات معدلات الشكاون من البطالة وارتفعت معدلات الشكاون من البطالة من 100 و 98 ألف إلى 228 ألف ارتفاع معدلات البطالة هذا الشيء سلبي للدولار الأمريكي وإيجابي للدهب وسوق العملات المشفرة وسوق الفوريكس طبعا نرغم هذا الهبوط إلا أنه دهب انخفض ولامسنا منطقة الـ 2000 دولار بعد ما كنا في مناطق الـ 2018 دولار في لحظة صدور القرار صار انخفاض كبير للدهب وهذا الشيء لإجاء عكس المتوقع بما أنه الدهب انخفض بقوة معتها كمان دولار أو مؤشر قوة الدولار كمان ارتفع من نقطة ارتداد واضحة طبعا لحد الآن هذا ما تأثير الخبر هاي نتيجة عكسية للخبر في حال كان رح يجي هبوط لسوق العملات المشفرة وللدهب ورح تصني الارتفاع لدولار الأمريكي فرح يكون بعد ساعات قادمة إلى حد الآن نتائج القرار رح تتجي بعد مدة من الزمن ما رح يجي لحظي رح يجي مستقبلي لهيك رح ننتظر خلال الساعات الجاي ونشوف انخفاض البيتكوين لوين ممكن يوصل هاي النقطة الأولى غدا عندي أصدقائي معدلات بيانات التوظيف أو معدلات الوظائف الحكومية وعندي الوظائف الغير صناعية وصناعية هاي التقريرين لازم انتبه منه كثير وعندي التقرير التوظيف بالقطاع الخاص عندي عليه ثلاثة نجمات معتها تقرير خطير جدا جدا السابق كان 311000 وحاليا التقرير يكون 239000 لازم ننتبه من هذا التقرير عندي هذا التقرير عالي الخطورة عالي التأثير على السوق لهيك ممكن يؤثر على السوق الكريبتو وعلى سوق الفوريكس بفضل نبتعد حاليا من الأسواق حتى نشوف القرار شو رح يطلع يوم الجمعة الساعة 15 ونصف يعني الساعة 3 ونصف توقيت مصر والساعة تقريبا الرابعة ونصف عصرا لتوقيت مكة المكرمة البيتكوين على فريم السل الأربع ساعات وفريم اليوم كسرنا الترند الصعيد وحاليا نداول أسفل هذا الترند طبعا سلبي جدا نداول أسفل هذا الترند لكن لازم نحذر هدفا 25200 صار قريب جدا ممكن نقصر منطقة الـ 25800 ونزل لمناطق الـ 25 ألف دولار لكن ما بتوقع إقفال أسفل موفيق أبرج بيتين لهيك حاليا ابتعد عن التداول في الأسواق وخليك عب تداول مع ستوبلوز وأي إقفال أسفل موفيق أبرج بيتين فلازم ننتبه من المناطق الـ 22 ألف دولار ما تكون قريبة أصدقائي منكم وصلت على هاي الفيديو أتمنى هالفيديو كنا العجابة لا تنسى تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد في عامة رقمي مع السلامة دم دم بخير ترجمة نانسي قنقر